مرة أخرى تراق دماء الشباب دون ذنب اقترفوه سوى أنهم طالبوا بحقوقهم المشروع في وطنهم والتي كفلها الدستور والقانون وبالرغم من الملاحقات والتصفيات التي تطال البعض منهم إلا أنهم لا زالوا في ساحة الاحتجاج يطالبون بوطن قبل كل شيء أهالي الأنبار طالبوا الحكومة الاتحادية بوقف سيل دماء الشباب وتلبية جميع مطالبهم باعتبارها مطالب العراقيين جميعا هذول المظاهرين طلعوا كلها دفاعا لأنهم عراقيين وأمهم عراقية وبلدهم عراقي هم ما طلعوا أن يجبون لأنهم مظلمين هذول ظلموهم لأن هذول المظلمين يشرحوا مضحايا ونحن نريد أن رئيس الوزراء من يجي من أي كتلة أو أي حزب يريد أنه عراقي ويدافع عن العراق وعن هذا البلد العراقي نحن نطالب بحكومة سريعة وانتخاب رئيس الوزراء مستقل ما نريد أن كان الحزب الفلاني أو كان وزير داخلية وطلع وزير خارجية يعني هم ونفسهم يفترون بدائرة مغلقة فماذا يفيدون الشعب والذي يفيدون نفسهم فنطالبهم بأسرع وقت ممكن حفاظا للدم العراقي فئة كبيرة طالبت بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن حفاظا على شباب العراق الذين أوصلوا السياسيين إلى شدة الحكم يعني الطالب بالتشكيل الحكومة أسرع ما يمكن يعني ينفذون طالبات المتظاهرين سلميا وبدون الخصائر والعالم العرواحي التي تروح بها بدون أي سبب هي سبب كل الحكومة هي الحكومة يعني كونش تقدر استوب خلال اللحظة وعتقد أن الموضوع خليته الشباب الذين خرجوا باحتجاجات سلمية طالبوا بإيقاف حالة التدهور الذي تشهده جميع القطاعات في العراق وتنشيط عملية التنمية التي يمكن من خلالها إيجاد فرص عمل حقيقية مستدامة ذات قيمة اقتصادية لا تكون عبءا على الاقتصاد الوطني